أود في البداية أن أشكر الرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الذي شرفني باستقباله بمناسبة تقديم أوراق اعتمادي سفيرا لكولومبيا لدى الجزائر وهما يعكس عمق العلاقات التي تجمع بلدينا علاقات صداقة وتعاون وبمناسبة قدمت للسيد الرئيسي والشعب الجزائري التحيات الأخوية من قبل الرئيس الكولومبي إيفان جوكي ماركس ونائب الرئيس مارتا لويس راميراز العلاقات بين الجزائر وكولومبيا ممتازة ومبنية على أسس متينة أسس الصداقة والأخوة فنحن كبلدين صديقين تربطنا قضية واحدة وهو العمل على تحسين المستوى المعيشي لشعوبنا أما فيما يخص العلاقات الثنائية فلدينا فرص كثيرة للتعاون في العديد من المجالات ونتطلع اليوم إلى توطيد هذه العلاقات والرفع من حجم مبادلاتنا تجارية والاستثمار والتعاون والشراكة في المجالين الاقتصادي والعلمي بما يعود بالنفع على بلدينا اشتركوا في القناة